كان عليه الصلاة والسلام يحب عثمان بن عفان أيضا قال عمر قبل وفاته إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فمن استخلفتم منهم فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص رواء البخاري عثمان وما أدراكم ما عثمان زوجه النبي عليه الصلاة والسلام حبيبتيه وبنتيه رقية وأم كلثوم سبحان الله أهل البدع يقعون في الشيخين ويقعون في عثمان ويكرهون عثمان يقول عباد بن عباد رحمه الله من علماء أهل السنة أتيت يونس بن خباب وكان رافضيا بميناء وهو يحدث الناس يعني فسألت عن حديث القبر يختبره قلت حدثني بحديث القبر قال إن فيه شيئا كتمته المرجئة الفسقة قلت وما هو طبعا حديث القبر يسأل الواحد إذا مات في القبر من ربك من نبيك ما دينك قال هذا المبتدع كل واحد في القبر يسأل من ربك من نبيك ما دينك من وليك فإذا قال وليه علي يفرش له للجنة من الجنة فيقول عباد ما سمعت بهذا قطت كلامك كذب هذا ما في في الأحاديث هذا ما في في الأحاديث من وين جبت هذا قال من أين أنت قلت من البصرة قال أنتم تحبون عثمان الذي قتل بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم شوف المبتدع شوف المبتدع أرصق التهمة قالوا تحبون عثمان الذي قتل بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول عباد ردا عليه قلت له قتل واحدة فلما زوجه الأخرى لو كنت صادقا أن عثمان قتل البنت الأولى في أب يرى أن زوج ابنته قتله يزوج الثانية علشان يقتلها أيضا فرد عليه شوف الرد المفحم شوف علماء أهل السنة لما يردوا قتل واحدة فلما زوجه الأخرى فبهت ولم يجد جواب قال أنت عثمانيون خبيث أنت عثمانيون خبيث كان عليه الصلاة والسلام يحب أهله وأقاربه فيحب فاطمة وعليا وأحفاده فيحب الحسن والحسين فيقول علي رضي الله عنه عن فاطمة كانت من أحب أهلي إليه رواه أبو داود وحب النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة حب عظيم ولذلك قال إنما فاطمة بضعة مني قطعة قطعة بضعة مني يؤذيني ما آذاها رواه مسلم عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة رضي الله عنها كانت إذا دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام قام إليها فقبلها وفي رواية أبي داود فأخذ بيدها فقبلها وفي رواية البخاري في الأدب المفرد قام إليها فرحب بها وقبلها وأجلسها في مجلسه يعني تكريما لها أما حب لعلي رضي الله عنه فيقول سلم بن الأكوع كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر وكان به رمد يعني لعذر فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علي فلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها قال عليه الصلاة والسلام لأعطي النراية غدا رجل يحبه الله ورسوله يفتح الله عليه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقالوا يشتكي عينيه يا رسول الله فأرسلني إلى علي فأتيت علي فجئت به أقود وهو أرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية فقال حتى يكون مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم دعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر نعم وهكذا وهكذا كان منزلة علي رضي الله تعالى عنه أما الحسن والحسين يحملهما ويسجد ويبقيهما يبقي حفيدة يلعب على ظهره ويذهب لبيت فاطمة خصيصا ليأخذ الحسن ويضمه ويقول إني أحبهما فأحبهما ويأتي حسينا فيلاعبه أيضا يأتي حسينا فيلاعبه أيضا ويساعي ويأخذه حتى يضمه ويضاحك ويضاحك ولذلك فإن محبة من يحبه النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان لازم نحن أيها الإخوة والأخوات نحب النبي عليه الصلاة والسلام ونحب ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام هذا فاصل نسمع فيه بعض الأبيات حول المعاني التي تقدمت وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثم نعود إليكم إن شاء الله يا باحثين عن الصداقة والوفاة هل تعرفون حقيقة الصديق لما دع المختار أول ما دعا فاز الوفي بأول التصديق قبل الهدى لما دعاه المصطفى من غير ما جدل ولا تشقيقي ولتوه حمل اللواء مجاهدا يدعو إلى الإسلام كل رفيقي لو مثل التصديق شخصا والوفاة ما كان إلا هو على التحقيقي هذا البرنامج برعاية موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله النتاج العلمي للشيخ بن باز رحمه الله من فتاوى ومقالات وكتب ورسائل ومحاضرات ودروس ولقاءات أكثر من 12 ألف فتوى صوتية ونصية فتاوى محاضرات ودروس إملاءات صوتيات محتوى برنامج نور على الدرب www.binbaz.org.sa حياكم الله مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات وفي فقرتنا الثانية في هذا البرنامج نستعرض وإياكم بعض الفضائل الشرعية للأماكن والبلدان وشيء من التاريخ ونبدأ بمكة التي شرفها الله عز وجل خير بقاع الأرض وأفضل البلاد والأماكن على الإطلاق عند جمهور العلماء وأحب أرض الله إلى الله سبحانه وتعالى اختارها الله لوحيه ونزول كتابه وابتداء ظهور دينه وشرعه ومولد نبي عليه الصلاة والسلام ومبعثه ومنها بدأت الدعوة إلى دين الله فعن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سوق مكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت رواه التلمذي وهو حديث صحيح وعن ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام ما أطيبك يقول لمكة ما أطيبك من بلد وأحبك ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك رواه التلمذي اختر الله تعالى هذا البلد لنبيه عليه الصلاة والسلام وجعله مناسك لعباده وأوجب على المسلمين في العالم أن يأتوا مكة القريب والبعيد من كل فج عميق يدخلونه متواضعين متذللين كاشفي رؤوسهم متجردين عن لباس أهل الدنيا وجعل حرمه حرما آمنا لا يسفك فيه دم ولا تعضد أي تقطع به شجرة ولا ينفر فيه صيد لا يجوز الصيد في الحرم ولا يختلى خلاه يعني لا يقطع العشب في المرعى لا يقطع لا يجوز قطع شجره ولا تلتقط لقطته فإذا وجد الإنسان فيه شيئا لا يجوز أن يأخذه للتملك لا يأخذه إلا للتعريف وإذا ما وجد صاحب يدفعه إلى المحكمة أو قسم الأمانات في الحرم الخاص بذلك فلو لم يكن في البلد الأمين إلا هذا لكفى به شرفا وفضلا فكيف وقد جاء إليها الخليل فوضع فيها تركته وقد وصف الله هذه البلد فقال وهذا البلد الأمين وقال لا أقسم بهذا البلد وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها إلا مكة ومن فضائل مكة أن أول مسجد وضع في الأرض لعبادة الله هو المسجد الحرام إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة سأل أبو ذر النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا قال المسجد الحرام روال بخالي المسلم وجعل سبحانه قصد هذا البلد مكفرا لما سلف من الذنوب فقال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه ولم يرضى سبحان لقاصده من الثواب دون الجنة فقال نبيه العمرة إلى العمرة كفار لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وجعلت الصلاة فيه بمئة ألف صلاة كما جاءت في الأحاديث الصحيحة لكن يا إخواني بالمناسبة نحن ما نغتر يعني الآن كثير الناس يأتون مكة يعملون عمرة يتحملون الزحام ويجاهدون بالحقيقة وينفقون مالا لكن هذا ما يجعل الواحد يغتر بل يشعر مهما عمل إن عمله أنه يخشى على عمله لا يعلم مقبول أم لا يحسن الظن أن الله يتقبل لك ما يجزم كما يعني أن شخصا ذهب إلى مكة وقال يعني أنا ذهبت إلى مكة وجلست أسبوع قلت الحمد لله قال يعني تصور أسبوع سبع أيام يعني صليت كل الصلوات في الحرم قلت الحمد لله قال خمسة وثلاثين صلاة كلها في الحرم قلت هذه نعمة قال كل صلاة من خمسة وثلاثين بمائة ألف صلاة أنا ضربتها بالآلة الحاسبة قلت إيوة قالوا حذفت منها الصلوات اللي فاتتني أيام المراهقة والبلوغ وطيش الشباب طلع بيزيد لي عنده فقلت وعجبا ما هذه الكارثة كيف في ناس تفكر بهذه الطريقة أنت مهما عملت ومهما سويت لو تصلي طول عمرك في مكة تأدي شكر نعمة واحدة من النعم وما يدريك يا مسكين أنك لو صليت عشرين سنة في مكة أن الله قبل كذا على طول تجزم أنه قبل منك وأنه مئة ألف خراص إن كتبت أكيد وتحسب تخصم منها اللي راح شوفوا الشيطان كيف يلعب بالإنسان يعني بدل ما الواحد يتوب عن الصلوات الماضية اللي تركها وجمهور العلماء يقولون يقضيها يجي يلعب الشيطان فيه يقول له خراص أنت صليت في مكة لا وفي ناس المصيبة أكثر يقول صلينا في مكة لاحظوا الشيطان صلينا في مكة عن اللي راح وعن اللي حيجي والله مصيبة مصيبة بعدين لو واحد قرأ القرآن أحد قرأ قوله والله أحد ثلاث مرات في الفضل كأنه قرأ القرآن لكن لو واحد نذر يقرأ القرآن نذر ختمه يجزى يقرأ قوله والله أحد ثلاث مرات لا طبعا لأن عدل الشيء للشيء في الأجر لا يلزم أن يقوم مقامه عدل الشيء للشيء لا يلزم أن يقوم مقامه وفي ناس مساكين يظنون خرص عمره في رمضان كأنه غفر لما تقدم من ذنبه وما تأخره خراص أين نه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقوم الليل حتى تتورى مقدمة يقول أفلا أكون عبدا شكورا وعنده نص إن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عنده نص والصحابة أهل بدر اعملوا ما شئتم غفرت لكم ويعملون ويتصدقون ويصومون ويصلون ويقومون ويجاهدون ويبذلون يخافون ما يقبل منهم يؤتون ما آتوا وقلوهم وجلة